أعلنت وزارة التربية والتعليم الاستمرار في قبول طلبات الاشتراك في الدورة الصيفية لعام 2018 للطلبات الذين استنفدوا حقهم في التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للأعوام من 2010 إلى 2018 وهؤلاء الطلبة هم من غير المستكملين لمتطلبات النجاح في خمسة مباحثة فما دون حيث يستمر قبول الطلبات حتى مساء يوم الخميس 19 من نيسان المقبل